موسيقى احنا كنا عبرنا على شديد استغرابنا من عدم احترام سلطة تنفيذية لأحكام محكمة المحكمة الإدارية في مادة توقيف التنفيذ نعرفوا اللي المحكمة الإدارية أصدرت نهار تسعة قوت أحكام بشأن تسعة وربعين تعمت قدموا بيها الرقوضات المشمولين بأمر العفام بين سبعة وخمسين وتفاجئنا بالبلاغة اللي أصدرته وزارة العدل في شكل تدوينة فيسبوكية خرج أوقات العمل الإداري واللي قالت فيه اللي هي راهي معنتها قامت بتقديم تتبعات جسائية ضد القوضات هدومة وأصدرت في نفس الوقت بالتوازي مع هدية مذكرة للمديرين الجهويين للعدل بتعليمات بتغيير يعني مفاتيح المكاتب القوضات هدومة اللي هما وصلوا لمرحلة الانتصاف القضائي اللي نعتبره أحنا اللي القرارات القضائية اللي تصدر على المحاكم هي أعلى رتبة وتمثل علوية القانون في الدولة ونمنو اللي في تونس معنتها لابد من احترام علوية القرارات القضائية وعلوية القانون هو المرسوم 35 اللي أسند بيها رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية إعفاء القضاء بشكل مباشر اللي هو مخالف للدستور مخالف لكل المعايير دولية لاستقلال القضاء المرسوم هو اللي نص على عدم إمكانية الطعن في قرارات الإعفاء الصادرة على رئيس الجمهورية وكنا علقنا عليه في وقته وقلنا أنه القرارات معنتها زيادة على معدومية المرسوم هذاك ومعدومية إسناد صلاحية الإعفاء للسلطة التنفيذية لأنه منافي للدستور منافي لمعايير استقلالية القضاء الدولية زيادة على المعدومية هذي قلنا أنه لا يجوز تحسين القرارات الإدارية بميناء الطعن بنص أقل رتبة من النص المنظم للمحكمة الإدارية وأنه فقط قضاء المحكمة الإدارية قد كرس هذا معنتها الشيء هذي واللي هو أصدر في القرارات الأخيرة لتوقيف التنفيذ حيث أقرت المحكمة الإدارية بأنه منع يعني التقاضي في المرسوم هذي هو منع معنتها مجيش في طريقه وغير قانوني وأنه فقط قضاء المحكمة الإدارية قد استقر على أنه ما تنجمش تمنع التوقيف التنفيذ أو ما تنجمش تمنع الطعن في القرارات الإدارية بنصوص أقل رتبة من النص المنظم للمحكمة الإدارية وهذي كان تمشي المرهوب منه تحسين قرار جائر وتحسين قرار ما تبنيش على وقاع ثابتة وما تبنيش على ملفات مؤسسة وهذا اللي أكده الحكم الصادر على المحكمة الإدارية قلنا أنه الهدف هو إحداث شغورات في هذه المناصب لأنه جزء كبير من هذه الأعفاءات شملت السلسلة الجزائية قلنا نقول سلسلة الجزائية يعني النيابة العمومية وقضاء التحقيق اللي هما جزء هام من الأعفاءات شملت المناصب هذه بما يعني أنه معناتها إفراغ هذه المناصب لملأها من بعد معناتها بيمكن أشخاص على المقاص أو يمكن لأشخاص يمكن للسلطة التنفيذية لأنه تتحكم في قراراته متحكم في المسارات القضائية اللي يشرفوا عليها هذا بداية ثانيا بنيت على تقارير سرية واللي تمت الإشارة لها في المرسوم بتسمية الجهات المخولة لأنه يبدو أنها بنيت معناها على تقارير سرية أمنية كيدية وهذا ما أكدته المحكمة وأكدته كل الأخبار معناتها المضافرة حول المسألة هذه وشفنا شهادات القضاة اللي تقدمت في المجلس الوطني الأول مباشرة بعد الإعفاءات شهادات هي معتوتعية وحقيقية بأنه طلب منهم تنفيذ تعليمات مخالفة للقانون وأيضا مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطة والتدخل مباشر في ملفاتهم القضائية ورفضوها وكان يعني الإعفاء هو رد على هذا الرفض لهذه التعليمات احنا المقاربة متاعنا كانت واضحة منذ البداية قلنا نحن مع المحاسبة نحن مع مكافحة الفساد نحن مع ارساء مبادئ النزاهة في القضاء وكل بياناتنا وكل معنتها الكتابات اللي صدرناها والندوات الصحفية اللي نظرناها أكدنا أن مع مبدأ المسائلة مع مكافحة الفساد مع ارساء النزاهة يعني والمسائلة في السلطة القضائية لكن قلنا تكون مؤسسة على ملفات تكون من سلطة عندها الصلاحيات لأن الصلاحية دي إكسكوزيب مالي المجالس القضائية المنتخبة مش المعينة وقلنا معا أنها تكون فيها يعني رؤية تشاركية متكاملة مؤسساتية ما تكونش قرارات فردية انتقائية انتقامية هذه رؤية متاعنا احنا كانت واضحة وفسرناها بكل معنتها بكل معنتها موضوعية في كل المرات اللي تسئلنا في الموضوع هذي في البيانة الأخيرة للتنسيقية اللي طالبت فيه السلطة التنفيذية باحترام قرارات التوقيف التنفيذ اللي صادرها عن محكمة الإدارية دعاة كل القضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي إلى رص الصفوف في انتظار يعني التأهب في انتظار التحركات للفترة القادمة اكيد انه تحركات بش تكون بعد مشاورات واسعة مع القضاة كما اتخذنا تحركاتنا السابقة الكل واكيد انه بش تكون في استمرارية مع التحركات السابقة ومواصلة للتحركات السابقة لانه مرحلة الانتصاف القضائي وصلنا لها لكن نحن نحن توق في يعني تمت عرقلة القرارات القضائية هذه من السلطة التنفيذية وواضح انه السلطة التنفيذية مش مش تنفذ قرارات المحكمة الإدارية وبالتالي فانه بعد انتهاء جيل التنفيذ اللي منصوص عليها بالفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية القضاة بش توجه نحو تحركات في سورة عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية من السلطة التنفيذية وهذه التحركات بش تكون في شكل معنتها في إطار وحدة الصف القضائي يعني في إطار التنسيقية وأيضا بعد مشاورات موسعة مع كافة القضاة ومع بداية السنة القضائية القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة